موعد اخباري جديد من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل تعزز مصار الشركة بين الجزائر وموريطانيا بمشاريع استراتيجية جديدة أشرف على إطلاقها الرئيسان عبد المجيد تبون ونظيره محمد ولد الشيخ الغزواني ويعوي للبلدان ضمن رؤية مشتركة لجعل تعاونهما منطلقا نحو منطقة غرب إفريقيا الجزائر وموريطانيا تدفعان بعلاقتهما نحو مسارها البناء هنا على بعد 75 كم من مدينة تندوف بأقصى الجنوب الغربي للجزائر تشيد أول منطقة حرة للتبادل التجاري بين البلدين على مساحة 200 هكتار منطقتهم يشدد قائد البلدين على أهميتها في رفع حجم التبادلات التجارية بين الجزائر ونواكشوت ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز تعاونهما الاقتصادي ليشمل عمق منطقة غرب إفريقيا في مقصد منطقة الحرة تبادل فيها حرة بدون جماريك بدون عيش تكون فيه بنوك موريطانية وبنوك جزائرية موجودين ليرسموا التبادلات فهمت أخي حاج محمد تشير غزواني على أساس أن في التبادل تدخل من المفروض السيلة والبضايا لواضحة للأصل ترقية المبادلة التجارية بين الجزائر ونواكشوت تمر عبر مشروع استراتيجي آخر خصص له البلدان حيزا هاما من اهتمامهما خلال السنوات الأخيرة الطريق الرابط بين تندوف والزويرات على مسافة تزيد عن 800 كم مشروع حيوي يرى النور ضمن التزام جزائري موريطاني بجعله جسرا لتلاقي الشعبين ولصالح البلدين نتمنى باش تكون فيه سرعة قصوى في إنجاز هذا الطريق مبروك علينا نسرح نحن وموريطانيا إن شاء الله طريق هذا سوف يفتح أفاق أخرى عمين إن شاء الله هذا الطريق الرابط بين تندوف وزويرات ومن ثم كما رأينا في العرض سوف ينطلق إلى محطات أخرى مهمة جداً لإرادة فخامة الرئيس وعندما التزم لي شخصياً بأن هذا المشروع سوف يرى النور عن قريب رغم أنه كان دائماً في الماضي يحكى عنه لكن فخامة الرئيس أخي عبد المجيد قرر أن يكون مشروعاً يرى النور ونلمسه ونستهيد منه وذعل وأشكركم فخامة الرئيس ومثل ما قلتم ببروك علينا مساعي الجزائر لتمتين وتعزيز علاقتها الاقتصادية مع موريطانيا وعبرها مع دول غرب أفريقيا وإذ تعززت أيضاً بتدشين المعبرين الحدوديين الثابتين فقد أسست لها الجزائر بجملة خطوات تعتبرها لبنات أساسية في بلوغ رؤيتها الاستراتيجية ومن ذاك افتتاح أولى بنوكها بكل من موريطانيا وضكار السينيغالية إضافة إلى إقامة معارض دائمة للمنتجات الجزائرية نشرتنا متواصلة بعد الفاصل ابقوا معنا أهلاً بكم من جديد قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عشر مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية رح ضحيتها مائة وأربعة شهداء ومائة وستون جريح وزارة الصحة في بيان لها الجمعة أعلنت ارتفاع حصيل الضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى تسعة وعشرين ألفاً وخمسمائة وأربعة عشر شهيداً وأكثر من تسعة وستين ألفاً وستمائة جريح منذ سابع من أكتوبر الماضي مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم هذا ودخل العدوان الصهيوني على قطاع غزة يومه الأربعين بعد المئة وسط مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بالمحافظة الوسطى في القطاع رح ضحيتها أربعون شهيداً وأكثر من مائة جريح غالبيتهم من الأطفال والنساء كما شن طيران الاحتلال غارة على منزل شرق مدينة رفح جنوب القطاع أدت إلى استشهاد ستة فلسطينيين وجرح آخرين هذا هو استهداف الطيب واحد في الوار أربعون شهيداً في اليوم الأربعين بعد المئة مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال في المحافظة الوسطى بقطاع غزة الجرح تجاوز عددهم المئة غالبيتهم من النساء والأطفال حرام جاي رمضان علينا حرام في أطفال في يتبع في صغار جميل عاد حرام والله بنام الخوف ومسحة الخوف والله حرام نزل الصاروخ قتل عشرة مننا والباقي كله تكسر في دير البلح لم يتوانى الاحتلال الإسرائيلي عن قصف خيام النازحين غرب ملعب الدرة كما قصف أيضاً بلدة الزويدة ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحة حرب متواصلة على القطاع من شماله إلى جنوبه غارة شنها طيران الاحتلال على منزل بشرق مدينة رفح أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين بالإضافة إلى عديد الإصابات أنا أختي أولادها آمنين ساعة واحدة تقريباً بايمين قصفين ضارجيراً وبعدين رمين على مشارف وبارمين هو إشي أجاناً لاتصال أخويا بيشتغل هنا في المستشفى لو تصل بقول أخي المستشفى التي أولادها وبنتنى الزوجة أولادها حس بي الله وانت نعم الوكيل قصف المنزل ودمر بالكامل على رؤوس ساكنه كما دمرت أكثر من ستين في المئة من منازل القطاع أما عدد شهداء العدوان فيقترب من ثلاثين ألفاً أغلبهم من النساء والأطفال في وقت نزح أكثر من مليون شخص إلى العراء في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال مجدداً مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع بعد أن انسحبت من داخله وأبقت على حصاره ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه وفق ما أفادت مصادر طبية يأتي هذا في وقت أطلق الاحتلال الصهيوني نار صوب المناطق الغربية لخان يونس كما نسفت قواته منازل سكنية في منطقة الضهر بمخيم خان يونس فيما استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مجموعة من السكان في شارع المدخة شرق رفح جنوب قطاع غزة كما استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب العشرات إثر استهداف جيش الاحتلال الصهيوني بالرصاص الحي مجموعات من المواطنين النازحين على طريق الساحلي لقطاع غزة وأفادت مصادر محلية بنقل عدد من الشهداء والجرحة إلى مجمع الشفاء الطبي فيما لا يزال بعض الجرحة في الطرقات نظرا لتعدر وصول مركبات الإسعاف إليهم بسبب استمرار إطلاق قوات الاحتلال النار على كل من يتحرك في المكان هذا وكان عدد كبير من الفلسطينيين النازحين يسلكون طريق الساحلي فرارا من الجوع والعطش من المناطق الشمالية باتجاه وسط وجنوب القطاع عندما استهدفهم جيش الاحتلال بالرصاص حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فليب لازاريني من أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار وأكد لازاريني في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس أن قدرة أونروا على القيام بواجباتها بمجاب قرار الجمعية العامة الذي تأسست بمجابه في 1949 أصبحت مهددة بشدة معربا عن خشيته من أن المنطقة على شفا كارثة هائلة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان إذا لم تستطع تلبية حاجات اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن إنه لمن دواعي الأسف العميق أن أبلغكم اليوم أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة إن قدرة الوكالة على الوفاء بتفويضها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 أصبحت الآن مهددة بشدة أخشى أننا على شفا كارثة هائلة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة في غضون ذلك أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس اختتام زيارة إلى مصر أجرها وفد من قيادة الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعي الهنية وقالت حماس في بيان إن وفد الحركة أجرى عدة لقاءات مع قيادات أمنية مصرية على رأسها رئيس المخابرات حيث تم بحث الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم والإغاثة والإيواء خاصة في شمال القطاع وسبل تحقيق ذلك وأضاف البيان أنه تم التطرق أيضا إلى ملف تبادل الأسرة وما يخطط له أو يخطط الاحتلال له في الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع الفلسطينيين في الضفة والداخل المحتل من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان قال النطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة إن غزة لن تكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس أبوردينة وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية شدد على أن أي مخططات للاحتلال في تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة سيكون مصيرها الفشل مؤكدا أن الاستقرار في المنطقة لن يكون إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غزة لن تكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة إذا أراد العالم أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة فعليه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف جددت الجزائر رفضها التلويحة بمهاجمة رفح ومنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة وقال الممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة نسيم قواوي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في فلسطين إن الجزائر ترفض أي مخطط لتهجير القصري للفلسطينيين جدد دعمنا للأنرة ولكل وكالات الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين في وجه الحملات المغرضة التي تستهدفهم إن محاولات بائسة تحاول أن تهدم أسباب صمود الفلسطينيين على أرضهم كما أن التلويح بمهاجمة رفع ومنع دخول المساعدات بحجج وهمية إمعانا في الانتقاص من كرامة الفلسطينيين ودفعهم لمغادرة أراضيهم مرفوضة وغير مقبولة تماما نؤكد مرة أخرى رفضنا لأي مخطط يستهدف التهجير القصري للفلسطينيين كما نحدر من مخاطر الإجراءات المتخدة للحد من وصول الفلسطينيين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك إنها إجراءات تهدد بإشعال الوضع أكثر وخروجه عن السيطرة اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في مقال أن استخدام الفيتو الأمريكي ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر إلى مجلس الأمن الدولي من أجل وقف إطلاق النار الفوري في غزة يضاعف عزلة واشنطن ولفتت الصحيفة إلى أنها للمرة الثالثة التي تستخدم فيها واشنطن حق النقض لمنع صدور قرار يطالب بوقف القتال في غزة مما يؤكد على عزلة أمريكا في دعمها المستمر والقوي للكيان الصهيوني كما أشارت الصحيفة إلى أن الكيان الصهيوني تعرض لضغوط دولية متزايدة منذ أربعة أشهر بسبب حجم وشدة عدوانه على سكان غزة منوحة بارتفاع أصوات التنديد عبر العالم من تزايد سقوط الضحايا المدنيين في الضفة الغربية استشهد طفل فلسطيني فجر الجمعة متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها جراء قصف الاحتلال الصهيوني مركبة مدنية في مخيم جنين ليرتفع عدد شهداء القصف إلى اثنين وأفادت مصادر طبية بأن الطفل الشهيد يبلغ من العمر 17 عاما وينحدر من وادي برقين في جنين وعقب ذلك خرجت مسيرة من مستشفى ابن سينة باتجاه مستشفى جنين الحكومي حيث حمل المشاركون جثمان الشهيد على الأكتاف ورددوا هتفات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وكان الاحتلال قد قصف مركبة مدنية في مخيم جنين مساء الخميس ما أصفر عن استشهاد شاب في عين المكان وإصابت خمسة عشر أخرين بينهم خمسة أطفال على الأقل قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إنه في ظل تأكيد هيئة رسمية نبأ استشهاد معتقل فلسطيني من قطاع غزة في سجون الاحتلال الصهيوني تحت التعذيب والإهمال الطبي المتعمد يرتفع عدد الشهداء داخل تلك السجون إلى عشرة منذ بدء العدوان وحرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر حماس وفي بيان لها حذرت مما وصفته بالمخطط الصهيوني واضح المعالم يتم من خلاله القتل المتعمد للمعتقلين الفلسطينيين عبر سياسة الإهمال الطبي والتعذيب والتجويع مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات ترجمة نانسي قنقر نشاطنا متواصلة وفي خبر أخر أعلن الدفاع المدني اللبناني الجمعة عن مقتل مسعبين اثنين جرأ غارة شنها الطيران الحربي الصهيوني الليلة الماضية على مركز الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة بليدا جنوب لبنان وأدانت وزارة الصحة اللبنانية لاعتداء الذي تعرض له المركز وأدى إلى وقوع قتل من الدفاع المدني وتدمير المركز بشكل كامل إضافة لتدمير عدد كبير من السيارات أو سيارات الإسعاف التابعة لها أكد عضو الأمانة الوطنية ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمناسق مع المينورس سيدي محمد عمار أن سئنف الشعب الصحراوي كفاحه المشروع في نوفمبر 2020 يبقى عنوان المرحلة الحالية وفي حوار مع تلفزيون الصحراوي أضف سيدي عمار أن المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو حدد أفق هذه المرحلة باتخاذه لتصعيد القتال ضد الاحتلال شعاراً وإطاراً لكافة مناح الفعل الوطني الصحراوي السناف الشعب الصحراوي كفاحه المشروع في نوفمبر 2020 يبقى عنوان المرحلة الحالية والشعب الصحراوي سيتمسك بحقوقها كما سيقدم الغالي والنفيس في سبيل وطنه عازماً على مواصلة كفاحه بكل الوسائل المشروعة من أجل بلوغ أهدافه المقدسة والتي لا مساومة عليها في الحرية والاستقلال وبسط السيادة على كامل تراب الجمهورية الصحراوية وبخصوص مضمون الرسالة التي بعث بها الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش حول سياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها الاحتلال المغربي أكد سيدي عمار أن هدف دولة الاحتلال كان وما زال هو القضاء على الشعب الصحراوي على حد تعبيره بعد فشل دولة الاحتلال المغربي في القضاء على الشعب الصحراوي من خلال استخدامها لكل وسائل الضمار والقتل الجماعي والتعديب والتشريد والتهجير ها هي دولة الاحتلال تصعد من سياسة الأرض المحروقة والتطهير العرقي في المناطق المحتلة لكن صمود شعبنا هناك وتشبثه القوي بأرضه وحقوقه سيفشل كل سياسات المحتل المغربي قال وزير النفط والغاز الليبي محمد عون أن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي ستحتضنها الجزائر نهاية الأسبوع القادم تكتسي أهمية بالغة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات خاصة وأن الغاز سيكون وقود التحول من طاقات الوقود الأحفري إلى طاقات البديلة والمتجددة وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أشار الوزير الليبي إلى أن الدول المصدرة للغاز لديها مخزون ربما يفوق سبعين بالمئة من احتياط الغاز في العالم ما يعطي لهذا المنتدى الذي سينعقد كل سنتين أهمية بالغة كون دوله تساهم في تزويد مختلف مناطق العالم بالوقود الغازي سواء السائل منه أو الطبيعي وأكدعون أن الجزائر وليبيا من ضمن دول القرى الإفريقية التي تصدر كميات كبيرة من الغاز إلى العالم القمة السابعة لمنتدى دول المصدرة للغاز التي ستحتضنها الجزائر نهاية الأسبوع القادم تكتسي أهمية بالغة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات خاصة وأن الغاز سيكون وقود التحول من طاقات الوقود الأحفوري إلى الطاقات البديلة والمتجددة الدول المصدرة للغاز لديها مخزون ربما يفوق سبعين بالمئة من احتياط الغاز في العالم ما يعطي لهذا المنتدى الذي ينعقد كل سنتين أهمية بالغة كون دوله تساهم في تزويد مختلف مناطق العالم بالوقود الغازي توحد الدول الإفريقية ضرورة بما يضمن مصالحها وحتى مصالح الدول الأخرى يجب أن تتوحد المنظمات المهمة في القارة الإفريقية مثل الاتحاد الإفريقي ومنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط للعمل وفق ما يخدم مصالح دولها قال الرئيس السنغالي ماكي صال الخميس إنه سيلتزم بموعد نهاية ولايته الرئاسية والتي ستكون في الثاني أفريل المقبل وأشار صال في مقابلة تلفزيونية أن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية سيتم تحديده وفق مخرجات الحوار الذي سيتم إطلاقه مع المرشحين للرئاسة وغيرهم من الشخصيات السياسية والاجتماعية وكان ماكي صال قد أعلن في وقت سابق إرجاء الانتخابات الرئاسية في السنغال غير أن المجلس الدستوري عارض القرار وطالب السلطات بإجرائها في أقرب موعد ممكن أديت اليمين في الثاني من إبريل من عام 2019 وبحول للثاني من إبريل 2024 ستنتهي السنوات الخمس لذا فهي نهاية العهدة الرئاسية وبعد هذا التاريخ سأترك مهامك رئيس للجمهورية والآن أصبح من الواضح أن البلاد لا يمكن أن تبقى بدون رئيس للجمهورية ومن المؤكد أن الحوار القادم سيتعين عليه أن يقرر أو يقترح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى توافق بشأن ما سيأتي في شأن آخر قال عميد مسجد باريس شمس الدين حفيز إن إطلاق مشروع ترجمة القرآن الكريم من العربية إلى الفرنسية هو أهم ما يطمح إليه المسجد في هذا العام نظرا لحاجة المسلمين في فرنسا لفهم جيد للنصوص الدينية والرسالة القرآنية عميد مسجد باريس الكبير أكد في اليوم الدراسي الذي خصص لهذا المشروع أكد أن الخطوة تأتي بعد آخر ترجمة للقرآن التي تعود لسنوات الستينيات ختم النشرة للمزيد من التفاصيل زروا منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا وتواصلوا معنا عبر الموقع الإلكتروني للقناة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة